أعداد كبيرة من المرتزقة تنقلها تركيا إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق أكثر من خمسة ألاف من المرتزقة السوريين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس وفق تقرير صادر عن القيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم التقرير وصف المرتزقة بأنهم من ذوي السوابق الإجرامية وأنهم ارتكبوا فضاعات وتعديات على المواطنين الليبيين كما أكد التقرير أن غالبية هؤلاء المقاتلين يفتقدون الخبرات القتالية وأن الدافع لقدومهم هو المال فقط أنقرة لم تكتفي بذلك بل قامت حسب البنتاجون بنقل المئات من وحدات قواتها النظامية إلى داخل الأراضي الليبية وتحديدا من فرق المدربين والمستشارين نقل تركيا للمرتزقة والأسلحة إلى ليبيا لم يتوقف وتؤكد الأمم المتحدة أن تهريب السلاح والمرتزقة مستمران جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي وعلى لسان المبعوثة الدولية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز التي أكدت ضرورة وقف التصعيد في ليبيا والعودة إلى الحل السياسي الدول المجاورة لليبيا تتأثر بشكل مباشر باستمرار عدم الاستقرار في البلاد وتدفق الأسلحة والمرتزقة مهمة الأمم المتحدة هي العمل على تواصل مع جميع الفرقاء الليبيين حتى نسد الفجوة بينهم لنبدأ المسار السياسي ورغم ما تعلنه من دعم لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا فإن تركيا تواصل حسب تقارير أمريكية ودولية حجد المرتزقة والعتاد في ليبيا في مؤشر على دفع مستمر باتجاه تصعيد محتمل يضاف إلى تصعيد خطير تشهده مياه شرق المتوسط ترجمة نانسي قنقر